مساء الخير على حضراتكم وعزائي المشاهدين وأسعد الله مساءكم التحية موصولة أيضا لزملائي الجنود المجولين من خلف الكاميرات والتحية أيضا موصولة لصديقي آسر عطالة على الحكاية الأولى لقدمها لنا في الفقرة الأولى في فقرتنا التانية هنتكلم عن كذا حكاية طبعا لكل وقت أذان وأذان البيوت المصرية حاليا على طلاب الشادة الإعدادية طبعا بنبارك لكل الطلاب اللي حصلوا على النتيجة اللي رادتهم إن شاء الله وبالنسبة للطلاب اللي لسه حتى الآن منتظرين نتيجتهم نتمنى ليهم كل التوفيق وكل السداد إن شاء الله تعالى طبعا دلوقتي في فقرتنا الأولى إحنا بنوجه كلامنا للشخص اللي هو لسه ما حددش هدفه حتى الآن الشخص اللي هو حدد هدفه إنه هو يدخل مدرسة معينة لإن لديه طموح علمي معين فده شخص بندعو له بالتوفيق والسداد إنما كلامنا في الفقرة دي عن الشخص اللي لسه حتى الآن ما حددش هدفه أو الطالب اللي حدد هدفه بناء على رغبات الناس يعني على سبيل المثال إن فيه طالب يقول لك أنا هدخل ثانوي علشان كل إخواتي في ثانوي فمنفعش أنا ما دخلش ثانوي أو ابن خلتي مثلا في سنة هيدخل ثانوي منفعش أنا هدخل حاجة ثانية الشخص ده هنوضح ليه مجموعة بدائل الثانوية العامة مجموعة مدارس هذه المدارس الميزة اللي فيها بتوفر فرص عمل في بعض المدارس بتوفر فرص عمل سريعة وفي بعض المدارس بتوفر فرص عمل فورية بمجرد تخرج الطلاب من هذه المدارس عندنا أول مدرسة مدرسة الانتاج الحربي تابعة لوزارة الانتاج الحربي الطالب أول ما بيتخرج منها بيحصل على دبلوم من وزارة التربية والتعليم وأيضا بيحصل على دبلوم من وزارة التعليم العالي وبيكون لديه الفرصة للتحاق بالمعد الفني للكوات المسلحة طبعا مدة الدراسة في هذه المدرسة 3 سنوات أما المدرسة الثانية اللي عندنا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أيضا مدة الدراسة فيها 3 سنوات معظم الدراسة بتكون عملية بيكون فيه تدريب بشكل كبير في المصانع العربي وأيضا الطالب ومجرد تخرجه بيكون لديه الأحقية في التحاق بمصانع العربي أما المدرسة الثانية فعندنا مدرسة السكة الحديد مدرسة السكة الحديد أيضا مدة الدراسة فيها 3 سنوات ومجرد أن يتخرج الطالب من هذه المدرسة بيكون لديها حقية في أنه يتعين لدى السكة الحديد أما المدرسة الرابعة فهي مدرسة التمريد مدرسة التمريد هي الأكثر شيوعاً والأكثر إقبالاً عليها من قبل الطلاب بسبب فرصة العمل الفورية التي تتوفر ليه بمجرد تخرجهم من المدرسة ولكن هناك بعض الشروط لها طبعاً لابد أن يحصل الطالب على درجتها على حسب كل تنسيق كل سنة وأيضاً هناك شرط بالنسبة للفتيات عدم الزواج طوال فترة الدراسة ولكن الميزة اللي فيها بمجرد ما يتخرج الطالب بيلتحق بوظيفة فوراً بمستشفيات وزارة الصحة والسكان المدرسة اللي بعد كده هي لفتة انتباهي بسبب اسمها اسمها المدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بمجرد أن يتخرج الطالب من هذه المدرسة بيلتحق بشركة المياه الشرب والصرف الصحي وفي ميزة هنا كمان كل تحياتي للدكتور مبدوح رسلان رئيس الهيئة القبضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه منع تعيين أبناء العاملين لدى هذه الهيئة فده طبعاً نوضح فيه ويضح أنه ما فيش مجال الوسطى أو المحسوبية أما بالنسبة للمدرسة الأخيرة فهي مدرسة الضبعة النووية موجودة في مرسى مطروح مدة الدراسة فيها خمس سنوات ولكن هي تقبل البنين فقط يستطيع الطالب بعد التخرج من هذه المدرسة أن يلتحك بمحطات النووية التابعة لوزارة الصحة ووزارة القهرباء وإنتاج الطاقة أيضاً بيتقدم هذه المدرسة بعض المنح للطلاب وبتقدم أيضاً منح تدريبية للمعلمين ليسقل مهاراتهم بالتالي بيعكس على كده على مهارات الطلاب من بعد كده دي كانت حكايتنا الأولى ننتقل بعد كده عن حكاية تانية بتتعلق بسرقة الانترنت من فينا ما بيجيش في يوم 13 أو 14 في الشهر بيشعر بأن سرعة النت تكاد تكون ضعيفة وممكن الواحد يشك أنه ما يكونش دفع الاشتراك الشهري ولكن مع الملاحظة والتدقيق بتلاحظ أن في بعض الشباب المتجولين حول المنزل أو حول الشارع بيختاركوا شبكة الواي فاي على إثر هذا الملف المحكمة المصرية عقدت جلسة منذ أيام قليلة وصدرت مادة بتجريم هذه العملية وقالت أيضاً أن الشخص اللي بيختارك شبكة وي فاي لشخص آخر بدون إذن مسبق منه ده بيعرضه للمساءلة القانونية بيتعرض طبعاً لمدة حبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 15 ألف إجنية دي كانت حكايتنا التانية ننتقل مع حضراتكم بعد كده للحكاية التالتة الحكاية التالتة عندنا لها بطل البطل ده يما فرح المصريين ويما شرف اسم مصر في كل المحافل العالمية والدولية والإفريقية وزي ما حضرتك عايز تقول لحد الصبح بطل الحكاية الأخيرة عندنا هو النادي الأهلي النادي الأهلي اليوم بتجمعه مباراة مرتقبة مع النادي تراجي تونسي في رادس في تونس الساعة السادسة مساء طبعاً للوقوف على آخر مساجدات هذه المباراة معنا لأستاذ أحمد نصار الصحفي بقسم الرياضة بجريدة الشرق الأوسط نيوز أهلاً بيك أستاذ أحمد تحياتي حضرتك أستاذ محمد بعد التحقية ممكن حضرتك توضح لنا آخر الساعدات الناديين للمباراة المرتقبة اليوم الفريقين بيستعدوا على قدم نوصاق بكل قوة للمباراة اللي تتلاعب على ملعب حماد العقرابي بمدينة رادس التونسية وفي حضور خمس ثلاث مشجع في مدرجات الملعب مدرج موسيماني في مؤتمر الصحفي الأمس أكد على احترامه لفريق التراجي التونسي وأن المباراة ستكون صعبة من الناحية السنية والثيكتيكية وأكد على أن خبرة النادي الأهلي لا تخسم هذه المباراة وهتخسم له اللقب للمرة العشرة في تاريخ النادي الأهلي بالنسبة للمدرج مؤين الشعباني أكد أيضاً على صعوبة المباراة من الناحية السنية والثيكتيكية وأن فريق التراجي التونسي لا يقف على أي أحد من الدعابين تعليقا على غياب مهاجمه طائفين في النسي وأن طريق التراجي قادر على حتم المواجهة ذهابا قبل مباراة القيادة تمام أستاذ أحمد وضح من كلام حضرتك طبعا أن المباراة دي مباراة النادي الأهلي مع التراجي التونسي بكلها طبيعة خاصة ولكن ممكن حضرتك تقولي توقعك الشخص بمنح حضرتك متمرس في مجال الرياضة إيه توقعك لنتيجة مباراة اليوم؟ المباراة ستكون صعبة على الفريقين وخاصة فريق التراجي لأن في تاريخ مواجهة الفريقين في دور الأبطال كانت مباراة الزهاد دائما وأبدا بتتداد في القاهرة صحيح إنها مباراة الزهاد للمرة الثانية الثانية في تونس بعد نسخة 2011 فتكون المباراة في وقت الصعوبة على الفريقين وعلى فريق التراجي أكتر إذا يحاول أنه هو يحقق نتيجة إيجابية تضمن له الأريحية في مباراة الزهاد أبدا بالنسبة للفريق الأهلي هتكون المباراة بالنسبة له يعني الهدف منه أنه يحقق نتيجة إيجابية تعني كان الفضل أو التعادل صمخه علشان برضو يضمن الأريحية ليه في مباراة الزهاد وإن شاء الله الأهلي هيمارس حكاياته في رادس كالعادة شكرا لك أستاذ أحمد كان معنا ومع حضراتكم الأستاذ أحمد نصار الصحفي بقسم الرياضة بجريدة الشرق الأوسط طبعا البعثة المصرية كانت متوجبة في تونس منذ أيام قليلة بقيادة الكابتن بيبو الخطيب اللي أنا بتفائل طبعا لما يكون مع البعثة المصرية بالنادي الأهلي وكان في استقبالهم مستفير المصري إيهاب فاهمي وأيضا كان في استقبالهم بلفتة جميلة بتوضح مدى المشاعر الطيبة بين البلدين كان في استقبالهم رئيس النادي التراجي التونسي ده ينوضح بيوضح مدى قوة العلاقات الوطيدة اللي تربط بين البلدين العربيين الشقيقين طبعا هل يترى هنكون النهاردة على موعد مع القاضية ممكن طبعا إن شاء الله تكون القاضية ممكن مع النادي الأهلي أي أن كان التشكيل اللي هيضعه الكابتن المسلماني أي أن كان التشكيل كل التشكيل هيلعب بروح الفانيلا الحمرة أي أن كانت اللعيبة أي أن كانت أرقامهم بنتمنى كل التوفير لنادي الأهلي وإن شاء الله تكون القضية ممكن مستمرة مع النادي الأهلي وإن اختلفت الضحايا في كل مرة عزيزي المشاهدين في نهاية حلقتنا لا يسعني إلا شكرا حضراتكم وإن شاء الله نلتقى على خير السبت القادم دمتم في أمان الله